وحول هذا الموضوع ينضم إليه سيد عز الدين بدران عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطن الديمقراطي أهلا بك عز الدين أولا كيف حال المصاب في المستشفى يعني مبارح بعد طبعا حالة الضعر اللي أصيبت أهل ديل أسد والمنطقة جميعا اليوم الحمد لله طمنا عليه أنه يعني مرحة الخطر وأنه إن شاء الله بيكون سالم ومعافى بإذن رب العالمين طبعا نتمنى له السلامة طبعا لإله ولكل الأهل ولكل أهل ديل أسد أفتاد عز الدين شو بالضبط صار في ليلة العرص هاي يعني الحقيقة هو صار مش بليلي صار بنهار مبارح إنه بإدعاء إنه الشرطة إجت على حادثة إطلاق نار وقت الفرح اللي أنا كمان أستغل هاي الفرصة إنه أنا هاي الظاهرة طبعا مندعي هون إنه طبعا نبذها وعدم استخدامها لأنه ظاهرة يعني غريبة علينا مش بحاجة إلها ظاهرة عنيفة ومتخلفة بالنسبة لإنه إجوا وقالوا إنه كان في إطلاق نار بالله أهل العرص قالوا إنه لا ما كانش في إطلاق نار وإذا في حاجة إنه يكون في حدا إنه يندعى التحقيق فيش عنا ولا أي مشكلة ناس يتصرفوا بشكل مسؤول وبيحترام يعني فريق الشرطة الفرقة اللي إجت له هناك أصرت على استفزاز أهل العرص تحكي على فرح تحكي على تجمهر كبير أصروا على إنه لا كان هناك يعني إطلاق نار وصار بدي يعني ينطوا ويفتشوا ويقيموا طبعا صارت هاي حالة الغضب حالة الاستفزاز اللي ما كانش فيه حاجة إلها شيء اللي صار عملية إطلاق النار من قبل الشرطة اللي أنا يعني كثير كثير بستغربوا كثير كثير بستهجنوا إنه بتحكي على إطلاق نار حي أثناء فرح أثناء تجمهر كبير أنا بعرفش إنه يعني أنجأ إنه يكون واحد يعني تحتي تهديد الموت لا يستعمل إشي من هالشكل إحنا عندنا لما بيجوا عند حالة عربية بيستعملوا بهذه السهولة بهذا الاستخفاف هذا أمر مرفوض الأهل كثير استغربوا الجران الأهل نحكي على ناس كمان أعضاء مجلس كانوا متواجدين اللي هني كمان تحاولوا إنه كل وقت اتصال في قائد الشرطة إنه يثنيهن عن هاي الاستفزاز بالآخر طبعا جمعت قوات أكبر وصار عملية هاي المواجهر أنا برأيي هجوم اعتداء فيش فيه مواجهة يعني هذا اعتداء من قبل الشرطة على على التجمهر اللي أنا حتى لو السبب اللي إحنا منطلبوا كل وقت ومنطالب فيه الشرطة إنه تكون بتقوم بدورها تقوم بوظيفتها إنه تجمع السلاح الغير مرخص وعدم استخدامه زي ما إنتوا عرفتوا إنه تيجوا بالليل تعتقلوا ناس اللي هني بالدعاء إنه هني تدوا على الشرطة كان بنفع تيجوا إنتوا بساعات متأخرة تطلبوا مين اللي استعمل السلاح أهل العريق برغم إنه مش إنه يعني إحنا عادينا ندافع عن استخدام لا بس إنه الطريقة الإسلوب هي أصلا طريقة مش قانونية يعني بطبع طريقة مش قانونية هذا أستاذ الزديل ممكن يدل كمان على علاقة الشرطة مع المواطنين العرب أنا بشوف مريم إنه الثقافة المنظمة اللي اسمها شرطة إسرائيل هي فيه ثقافة إنه هي بتتعامل معنا بعداوة يعني إحنا هي بتتعامل معنا بعداوة كبيرة هاي منظومة هذي إشي بنية فيهن إنهن بتتعامل معنا كأعداء بدهم بتتعامل معنا كأعداء كإحنا كفلسطينيين والمشكلة إنه إني بدهمش إنه إحنا نتصرف كفلسطينيين إني بدهم يتعامل معنا كفلسطينيين وبحشية وباعتداء بس بدهمش إنه إحنا نكون فلسطينيين هذا العداوي هذا التصرف الهمجي هذا الاستباحة الاستخفاف هذا مرفوض يعني هذا الإشي مش رح يتغير بمواجهة يعني مواجهة دير الأسد نفس هاي اللي كانت بمواجهة ممكن تكون بكرة بنحف وممكن تكون بعد بكرة بمجدي كروم وبعدها أنه أنت كشرطة أنت بتطلع من خلال عملك أنه أنت بتشوف العربة بتشوفها عدو هذا الإشي بحاجة لقرار بحاجة لتغيير جوهري في كيف الشرطة يقوم بوظيفته هل مش أول مرة بتصير يعني مش أول مرة ولا أخر مرة تصير طول ما هي هذه الثقافية هي اللي مهيمنة هي اللي مسيطرة على وظيفة الشرطة الأساسية أنه بتتعامل مع العرب كأعداء إحنا رحيني نشوف مثل هذه الأحداء يوميا وهاي الإصابات الحمد لله أنه ما صارش فيه موت من وراها ورغم أنه كانت فيه أحداث كثير لاختيالات من قبل الشرطة لأهالي عرب فأنا برأيي أنه هاي المشكلة أنه الشرطة اليوم لازم يكون فيها بعرفش كيف مش راح يتغير إلا ما هو من ضغط جماهيري احنا حكينا على الألم الألم المستمر الألم اللي دايما بتعاون معنا كأعداء هذو الألم الأمل هو أنه إحنا لازم من خلال نضال منهجي مستمر ضد نهج الشرطة ضد وظيفتها حتى لو من مظاهرات من وقفات حتى لو كمان اليوم أنا بشوف أنه فيه مناشدة للعالم المجتمع الغربي المجتمع الأوروبي المجتمع الدولي أنه يجي ويدخل وينطينا حماية لأنه عن جد صدنا بحاجة لحماية بس حكيت عن موضوع مهم هو الضغط الجماهيري أو الحراك الجماهيري قداش مهم الحراك الجماهيري في مكافحة هذا العنف إلى جانب النضال السياسي أو أنا أنا بشوف أنه كل المستويات مهمة بهذا لأنه هاي إشي متراكم هذا إشي نهج عند الشرطة في أنه يتعامل معنا كأعداء هذا إشي بتغيرش إذا إحنا ما قلناه أنه إحنا لأحياتنا غالية علينا إحنا كمان بدنا نعيش بكرامة أنت وظيفتك أنت وظيفتك بيش تنكل فيه أنت وظيفتك تفرض للأمن والأمان يعني فيه خربطة فيه خربطة في الوظيفة تبعتك أنت مفروض أنه تفرض للأمن والأمان وين أنا عايش مش تيجي تنكل فيه وتستعمل ضد العنف ووحشية وتنكل فيه بالنسبة للضغط الجماهيري اللي إحنا لأ اللي إنت جيت فيه هذا مهم مثل وقفات قدام محطات الشرطة بشكل منهجي مثل مظاهرات كبيرة قدام وزارة الشرطة مثل تدخل دولي مثل مرافعة دولية إحنا اليوم بظل اللي إحنا عادينا نعيشه من قابل ممارسات الشرطة بحاجة لحماية بحاجة لأنه إحنا نحط خطة كيف هذا النهج اللي هني بيستعملوه ضدنا لازم يتغير لأنه هني بتعاملوا معنا كأعداء نقطة بتعاملوش معنا كمواطنين برغم من ذلك أنا بقول أنه فيه عندنا كمان مسؤولية ذاتية في أنه إحنا فيه مظاهر منه نستخدمها كمجتمع طبعا فيه إحنا مسؤولية علينا كقيادة أنه إحنا زي ما بنحكي ضد الشرطة وضد ممارساتها فيه إحنا كمجتمع علينا مسؤولية أنه أسليب عنف أو ظواهر عنف معينة إحنا من نستخدمها لأنه إحنا مجتمع بستهل العيش والعيش الكريم كمان يعني مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية بالطبع شكرا لك عز الدين بدران عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي شكرا إليك أهلي المدينة